موسيقى السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نشرة الأخبار الأخيرة نقدمها من الفضائية الشادية ناشد اليوم رئيس الوزراء بايمي باداكي ألبير اليزارات المعنية ومسؤولي شركة قطنشاتا المتباحثين حول إيجاد حلول للأزمة التي تواجه الشركة ناشدهم بإنهاء الإشكاليات وعلى تحسين نوعية الإنتاج في ظل الظروف الراهنة المزيد في تفاصيل الزميل حسن درمود إفريقيا بصفة عامة تتميز بإنتاج وزراءة القطن وبلدنا كاد تعد ضمن هذه الدول وهم جمهورية مصر العربية والسودان وبركينة فاسوق ومالي من أكثر البلدان الأفريقية المنتجة للقطن وأن القطن الشادي يعتبر من أجوة أنواع القطنية في العالم إنتاج القطن يعود أهدى الركائز الاقتصادية والاجتماعية في شاد ومن هذا المنتلغ أن الحكومة سنويا تقوم بتوعية المزارئين الذين يقومون بزراعة القطن في البلاد وأن هذا الإنتاج أصبح ضعيفا في وسط المجتمع الشادي لهذا العام والسبب في ذلك هو أدم خيام الحكومة بتوعية المزارئين نظرا للأزمة المالية الحالية التي تخف أمام تنفيذ برنامج الحكومة التي تقوم به سنويا هذا وقد دعا رئيس الحكومة فائمة فتاكي ألبير الوزارات المعانية ومساعد رئاستي الجمهورية والوزراء في هذا الجانب ومسؤولي شركة القطن بأخذ اجتماع للبهز عن طريق الخروج من هذه الهالة وتشجيع المنتجين للقطن وهسهم بأدم تخزين القطن وإيجاد سبل في تطوير إنتاج القطن لمشاركته في الدخل الاجتماعي في البلاد وفي هذا الاجتماع قرج المجتمعون بتوجيهات من رئيس الوزراء قال يعتبر قطاع القطن من القطاعات الحامة التي يرتبط به هيات أكثر من أربع ملايين مواطن شادي لذلك تولى الحكومة اهتماما بالغا لهذا القطاع وبالتالي هذا الاجتماع في إطار البهز عن حلول للمشاركة التي يعاني منها هذا القطاع رئيس الوزراء فاهمي فتاكي ألبير أعطى تأليمات إلى وزير التجارة من أجل تكوين لجنة تقوم بتهديد سير القطن ولذا عداد البزور تحضير للموسم الزراء المقبل أقبل اجتماع وزير التنمية التجارة وتطوير القطاع القاس محمد حامد كوا في كلمته قائلا بلدنا يتعاد منذ القدم تعتمد إلى الزراء والثروة الحيوانية وبالأخذ زراءة القطن ومن هذا المنطلق يجب للمزارعين الشاديين الاعتماد بالزراعة للخروج من هذه الأزمة التي يعاني منها الشاديين بصفة عامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر